الصف الثالث اهلا وسهلا بكم من خلال قناة التعليم الفني بالتلفزيون المصري ما زلنا مستمرين معاكم وخصوصا طلبة الصف الثالث شعوبة قانون اتكلمنا قبل كده في ثلاث مواد عندنا اتكلمنا في مادة الاجراءات الجنائية اتكلمنا في مادة المدني وكلمنا في مادة الاحوال الشخصية النهاردة ان شاء الله هنستكمل مع بعض ما كنا قد بدأنا من قبل في مادة المدني قانون المدني وكنا بدأنا نتكلم عن عقد البيع ساعة عرفنا عقد البيع ولو نفتكر مع بعض التعريف بتاعه قلنا هو عقد يلتزم فيه البائع بنقل ملكية شيء او حقا عينيا مقابل ثمن نقدي من اللي بيدفع ثمن نقدي المشتري وبعد كده اتكلمنا في الخصائص قلنا انه عقد رضائي وعقد ملزم للجانبين عقد معاوضة من عقد التصرف وعقد محدد وهكذا بعد ما خلصنا التعريف والخصائص اتكلمنا عن الاركان كزي اي عقد في الدنيا بيبقى فيه ثلاث اركان اللي هو الرضا والمحل والسبب اتكلمنا في الرضا بالنسبة للبائع والمشتري واتكلمنا في المحل محل الالتزام البائع ومحل الالتزام المشتري والسبب قلنا انه يجب ان يكون سببا مشروعا واستكملنا الشرح وبدأنا نتكلم فيه التزامات اطراف العقدي العقد وقلنا عندنا البائع والمشتري فبدأنا بالتزامات البائع وكان اول التزام عندنا هو الالتزام بنقل الملكية وشوفنا نقل الملكية بيفرق اذا كنت بنقل الملكية منقول او بنقل الملكية عقار المنقول أنا عارف منقول معين بنوع ومنقول معين بذاته شوفنا المعين بنوع لازم نعمله عملية فرز المعين بذاته بيتم بالتسليم بمجمع من الشروط من ضمنها أن يكون معين بذاته أن يكون مملوك للبائع على التفق الطرفان على تأجيل نقل الملكية ونعرف برضو المنقول معين بذاته هو المنقول الذي توجد به خصائص تميزه عن غيره قلنا زي الأجهزة الكمبيوتر زي الموبايلات زي السعاد دي اسمها منقول معين بذاته أما المنقول معين بنوع لها الأشياء المثلية التي تتشابه زي الخدر والفاكهة والقماش دي لازم نعملها عملية فرز الفرز اللي هو وزن وعدد وكيل وقياس وتكلمنا بعد كده عن نقل ملكية العقار قلنا لا يتم نقل ملكية العقار إلا بالتسجيل وإذا متنع البائع عن التسجيل المشتري لأحد طريقين يما يرفع دعوة صحة بيع ونفاذ يما دعوة صحة توقيع وكان الالتزام الثاني على البائع بعد الالتزام بنقل الملكية وهو الالتزام بالتسليم شفنا التسليم هو أن البائع يقوم بتسليم الشيء المبيع للمشتري والتسليم كان أربع أنواع وهو تسليم اتفاقي، تسليم طبيعي، تسليم قانوني، تسليم حكمي التسليم الاتفاقي وهو باتفاق الطرفين البائع والمشتري التسليم الطبيع حسب طبيعة الشيء المبيع إذا كان منقول أو عقار وقولنا كل ده بالتفاصيل أما التسليم القانوني أن البائع يقوم بوضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري مع إعلامه يعني هم شرطين وضع الشيء المبيع تحت تصرفه مع إعلام يعني إعلام المشتري بنحطة خلاص الشيء المبيع تحت تصرفك يعني أنا مش مسؤول عنه أما التسليم الحكمي كان ليه صورتين هو تغيير الصفة من مالك لمستأجر أو من مستأجر لمالك هذا ليس كل ما على البائع من التزامات ولكن ما زالت عندنا التزامات أخرى هنستكملها النهاردة إن شاء الله وأول هذه الالتزامات هو ضمان التعرض والاستحقاق المقصود بضمان التعرض والاستحقاق إن البائع إذا كان بيعمل عقد بيع من ضمن خصائص عقد بيع إنه عقد دائم التزامه دائم يعني التزام دائم يعني لا يتعرض للمشتري في الانتفاع بالشيء المبيع تاني المقصود بالتزام بعدم التعرض يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالشيء المبيع كان من ضمن الخصائص بقول تاني أن الالتزام أو عقد البيع هو التزام دائم يعني ما ينفعش إن البائع يجي للمشتري بعد مدة معينة أقوله خلاص عزي الحاجة اللي أنا بعتها لا لا ده مش ايجار كلام ده لسه لما نتكلم في عقد الايجار لا عقد الايجار ده عقد ايه مدة لكن عقد البيع هو عقد دائم بيتصرف البائع فيما يملكه الى المشتري خلاص ما بقاش بتاعك فمن حقك انت تتعرض للمشتري في هذا المبيع عندي بعد كده مضمون الالتزام بعدم التعرض يعني زي التعريف ده ممكن يجي مصطلح في الامتحان يقولك ما هو مضمون الالتزام بعدم التعرض فنقول هو الامتناع عن كل ما من شأنه الاحالة دون الانتفاع بالمبيع او التقليل من قيمته سواء كان التعرض ماديا او قانونيا نفهم من التعريف ده ان التعرض معين تعرض مادي وتعرض قانوني طب هل البائع بيضمن انه عن التعرض المادي والقانوني طبعا سواء كان تعرض مادي او تعرض قانوني فالبائع يضمنه يعني يضمنه واس عشان نفهم يضمنه يعني مسؤول عن ازالة هذا التعرض تاني المقصود بكلمة يضمنه يعني مسؤول عن إزالة هذا التعرض وإذا ما قدرش يزيل هذا التعرض فبيكون حاجة اسمها استحقاق عشان كده اسم ضامن التعرض والاستحقاق ضامن التعرض والاستحقاق طيب هنشوف ايه هو اول حاجة عندنا التعرض المادي ده برضه نعتبره مصطلح ومن ضمن الحاجات اللي هتتحفظ درس بتاع النهاردة مهم جدا وبييجي كتير جدا في خلال السنوات اللي فاتت كان بيتكرر فيه الامتحانات سواء اولاد كانت اسئلة مقالية او اسئلة موضوعية تعريف التعرض المادي يقصد بكل فعل دائما كده عاوز اقولك حاجة ان في التعريف او المصطلح بيبقى فيه كلمة تغششك الاجابة تفكرك الاجابة يعني هو اللي مجي يقولك عارف التعرض المادي على طول فيه كلمة كل فعل تعرض مادي يعني فعل حاجة بنفعلها يعني حاجة مادية شان لسه لو ما نجي نتكلم على التعرض القانوني برضه فيه كلمة هتساعدك انك تحفظيه يبقى نقول التعرض المادي كل فعل يصدر عن البائع ويكون من شأنه هذا الفعل يعني من شأنه الاخلال بانتفاع المشتري بالمبيع يعني انا بسلا بعد ما ابيعلك بيت اروح ضربك واخده منه ده اسمه تعرض مادي بعد ما ابيعلك شقة اربع قوض اروح اقافل قوضة منهم واسلمك تلات قوض بس ده اسمه برضه تعرض مادي بعد ما ابيعلك بيت اقفل الباب الحديد بالجنزير وبقفاله مدكش المفاتيح ده اسمه تعرض ايه مسؤول البائع عن ضمن هذا التعرض نعم يسأل البائع عن ضمن هذا التعرض يعني يا مستر ضمن هذا التعرض يعني ازالته النوع التاني من التعرض احنا قلنا عندنا نوع من التعرض يضمنهم البائع وهو التعرض القانوني تعريفه ادعاء البائع يبقى انا عندي التعرض القانوني احفظه انه بيبدأ بكلمة ادعاء التعرض المادي يبدأ بكلمة فعل تاني احنا عندنا المواد بتاعتنا فيها حفظ شوية معلش ولكن بنسهل الموضوع دوت ان احنا بنجيب التعريفات مختصرة مع عدم الإخلال بالسياق وبالصحة بنملك اتنين بنعرفك تحفظ ازاي اللي هو مفاتيح الإجابة بتاعتنا يبقى بنوري التعرض القانوني هو ادعاء البائع حقا على المبيع من شأنه ان يحول دون انتفاع المشتري بالمبيع يعني بعد ما بيعلك الحاجة اقولك لا ما بيعت لكش يبقى ان انا مش ضربتك واخدتها لا ده ان انا فيت اصلا الوقع القانوني نفسها لو عقد البيع معقد البيع اعتبر من الوقع القانوني اللي احنا خدناها في سنة اولى في مدخل القانون او بعد ما بيعلك حاجة اروح بيعها لحد تاني فده برضو اسمه تعرض قانوني يضمن البائع نعم يضمن البائع التعرض سواء كان تعرضا ماديا او تعرضا قانوني كده عندي النهاردة 3 تعريفات لو ضماني التعرض والاستحقاق والتعرض المادي والتعرض القانوني طيب اذا كان هذا الالتزام على البائع فما هي خصائصه هذا الالتزام او الخاصية فيه الالتزام بعدم التعرض لا يقبل الانقسام بمعنى اذا كان البائع اكثر من شخص مجموع من الاشخاص يملكون منزلا فقاموا ببيع هذا المنزل فكلهم مسؤولين عن عدم التعرض يعني ما ينفعش شخص ابن اولاد الاشخاص اللي بايعوا المنزل يقول لا انا هتعرض او لا الجزء ده بتاعي او ما او ما الى ذلك لا لا يقبل الانقسام مهما تعدد البائعون طبعا لو شخص واحد اللي هو البائع هذا الامر لا يفور بالنسبة لنا غير موجود لكن احب نتكلم في حالة تعدد البائعين في هذه الحالة هذا الانقسام كأنهم شخص واحد في عدم التعرض بالنسبة للمشتري دي الخاصية الاولى من خصائص الالتزام بعدم التعرض الخاصية التانية واضحة الاول ما بدأنا نشرح الالتزام بعدم التعرض هو التزام دائم التزام دائم يعني ما ينفعش ان البائع يجي بعد خمستاشر سنة اللي هي مدة سكوط الحق يقول للمشتري انا عايز البيت اللي بيعطولك سكوط الحق لا يسري على عقد البيع فبالتالي عقد البيع وعقد الالتزام دائم يعني ما ينفعش مهما طالت المدة او قصرت ان البائع يرجع في هذا الالتزام او هذا العقد دايما 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 كده في اي التزام في الاخر خالص بنقول ما هو جزاء الاخلال بهذا الالتزام اتكلمنا في جزاء الاخلال بنقل الملكية اتكلمنا في جزاء الاخلال بالتسليم طبعا نتكلم في جزاء الاخلال بعدم التعرض يعني المشتري يقدر يعمل ايه علشان يشيل هذا التعرض بنقول اذا حدث التعرض للمشتري فله ان يطلب التنفيذ العين دائما وابدا اي حد بمعامل عقد والطرف اللي هو التاني لم ينفذ التزامه اول حاجة يطالب بها الطرف اللي هو الدائن اللي هو هنا في الحالة دي المشتري يطلب من المحكمة التنفيذ العين وكلمة تنفيذ عيني في القانون معناها تنفيذ عين التزامك قلناها مرارا وتكرارا تنفيذ عين التزامك سواء كان عقد بيع او عقد ايجار او عقد تأمين او عقد هيبة. نفذ عن التزامك يعني نفذ الالتزام اللي انت مضيت عليه في العقل. يبقى اول حاجة بيطالب بيها المشتري التنفيذ العيني للالتزام. او فسخ العقد. في الحالة دي طانية طب التنفيذ مش ممكن. يعني خلاص. الحاجة اللي انا بعتها لك بعتها لحد تاني وخلاص بالفعل بيتملكه بالقانون وبالعقود. يبقى انا مش هنفع ينفذ عينيا. خلاص. الشخص تاني استحق المبيع في الحالة دي المشتري له أن يطلب فسخ العقد ودائما وأبدا فسخ العقد وانت مغمض عينك مرتبط بالتعويض لأن فسخ العقد بيترتب عليه ضرر للشخص اللي طالب الفسخ هو اضطر انه يطالب بالفسخ هو كان عاوز ينفذ العقد من فعشي خلاص هفسخ مع التعويض لما ناله من ضرر او فاته من مكسب دائما التعويض بيشمل الحاجتين دول ما ناله من ضرر وما فاته من مكسب في الحالتين بشرط ان يرفع الدعوة خلال 15 سنة من تاريخ التعرض ان 15 سنة دوت اللي هو بنعتبر المدة الطبيعية القانونية لسقوط الحقوق في احوال كتير جدا الحقوق تسقط بعد سنة بعد ثلاثة بس دي بنصوص خاصة لكن القاعدة العامة في سقوط الحقوق خصوصا في رفع الدعاوة او مطالبة بالحقوق بها 15 سنة اللي هي اقصى مدة اطالب فيها بالحق بتاعي بعد كده بيسقط هذا الحق اذا دعوة الدمان التعرض تسقط بعد 15 سنة من حدوث التعرض مش من وقت البيع من حدوث التعرض النقطة اللي بعد كده الالتزام بدفع تعرض الجير انا كده اتكلمت في تعرض البائع وقلت ان البائع يضمن التعرض سواء كان تعرض مادي او قانوني طالما صادر منه وعرفنا التعرض المادي وتعرفنا التعرض القانوني طيب تعرض الجير بالعقل والمنطق بعيد عن القانون انا كبائع هضمن اني تعرض صادر من الجير وكلمة الجير في القانون يعني اي شخص غير الطرفين العقد. يعني لو عندي عقد باقع ومشتدي بأي حد تاني اسمه غير. طيب انا بيعتلك دلوقتي عربية. وبعد ما بيعتلك العربية ونقلتلك الملكية وسلمتها لك. جوهم خمسة ستة ضربوك واخدهم منك العربية. ده تعرض مدي. هل انا اضمنه? لا طبعا انا مش اشتغلك بادي جارد ولا اشتغلك حارس ولا انقذك من كلها طبعا مش كلام ده. لكن لكن اذا حدث تعرض قانوني زيه. لو جيه احد الاشخاص وقال لك لا ده العربية دي بتاعتي. لا ده اللي بقى لك العربية دي نصاب. لا ده انا ما يعقد مسجل. ده اسمه تعرض قانوني انا في الحالة دي. تجيب البائع وتقوله تعالى اضمن هذا التعرض. نفهم في من كده ايه? عشان اسألة صحة وغلط. اسألة اكمل. اسألة توصيل. ان البائع يضمن التعرض القانوني الصادر من الغير. نقطة. نقطة التانية. ان البائع يضمن التعرض القانوني والمدي الصادر منه هو شخصيا. طيب احنا دلوقتي نتكلم عن الغير. فقط فقط يضمن التعرض القانوني. نقول يلتزم البائع بمقتضى عقد البيع بان يدفع عن المشتري تعرضا غيري له تعرضا قانونيا. ولكن ده بشروط. شروط تعرض الغير الذي يضمنه البائع. الشرط الاولاني ان يكون التعرض قانونيا. احنا اتفقنا خلاص. اما التعرض المادي لان ما ديش دعا به. ان يكون التعرض قانونيا. ومعنى كلمة التعرض القانوني. ادعاء المتعرض حقا على الشيء المبيع. ده الشرط الاولاني. شرط التاني في اه ضمان تعرض الجير ان يكون التعرض حالا. حالا يعني فعلا دلوقتي الشخص التاني بدأ يتخذ الاجراءات القانونية عشان ياخد يستحق يعني اللي بتاعت الاستحقاك بقى الحاجة اللي انا كنت اشتريتها. ده خلاص هياخد البيت هياخد العربية هياخد الشقة هياخد الارض اللي انا اشتريت. ده اسمه تعرض حالا. اما اذا كان تعرض محتمل فلا يضمنه البائع. اذا كان تعرض محتمل لا يضمنه البائع. لكن يجب ان يكون التعرض حالا. حالا يعني فعلا الطرف المستحق بدأ يتخذ اجراءاته لاستحقاق الشيء المبيع. الشرط الثالث ان يكون حق المتعرض اللي هو الغير يعني سابتا له وقت البيع او قال اليه. قال اليه يعني انتقل اليه. يا قال اليه بعد البيع بفعل البائع. يعني بعد ما بيعطي لك البيت وقبل ما سجلك رحت بيع الواحد تاني وسجلته له. خلاص كده بقى بيته هو. والعقد اللي انا كنت عامله معاك. ده اسمه عقد ابتداعي. ليس عليه الا التزامات شخصية ولا يترتب عليه اي التزامات عينية. في الحالة دي انت استحالة تعرف تاخد البيت من الشخص اللي انا سجلت له. بالرغم اني بيعطي له بعدك. ولكن العقار زي ما قلنا تنتقل ملكياتي بالتسجيل. انا سجلت له خلاص. بقى بيته. البيت بقى بيته. لكن انت هتعمل ايه? هنشوف لسه لما نيجي عندي ضمان الاستحقاق. يبقى الشرط التالت عندي ان يكون حق المتعرض فابتا له وقت البيع او قال اليه بعد البيع بفعل البائع. يبقى عندي تلات شروط لكي يضمن البائع التعرض القانوني الصادر من الجير. طيب هنفترض ان التعرض حصل فعليا. يعني الجير تعرض وبالفعل خد الحاجة اللي انا كنت اشتريتها. تنفيذ التزام البائع بعدم التعرض. رقم واحد واحنا مغمضين عينينا قلنا التنفيذ العين. ضمان تعرض الجير. تنفيذ العين يعني لو سمحت التعرض اللي صادر من الجير ده شيله. تدخل. وفي الحالة ديت انا كشخص رفع ضعوة ضمان التعرض. ياما باعمل ادخال للبائع. ياما البائع يتدخل من نفسه. لكي يتدخل البائع ويدفع تعرض للجير. يجب على المشتري اختاره. وكلمة اختاره ديت يبقى دائما وابدا بورقة من اوراق المحضرين. لو اعلان على محضر احنا بنقوله. يجب اختاره. بهذا التعرض سواء في صورة دعوة او في صورة دفع. صورة دعوة يعني يرفع دعوة من بابها. صورة دفع ده معناه ان الدعوة موجودة فيقوم بهذه الدفوع. خدنا في مادة المرافعات سنة تانية الدفوع والطلبات. الدفوع والطلبات او الطلبات والدفوع. طيب. اه ازا ازا لم يمكن دفع التعرض يعني خلاص الشخص المستحق اللي هو الغير يستحق الشيء المبيع في الحالة ديت المشتري ليس امامها وحلا اخر. الا التنفيذ بطريق التعويض اللي احنا بنسميه دمان الاستحقاق. التنفيذ بطريق التعويض خلاص. لازم تعوضني طالما ان انا مش عارف اخد البيت اللي دفعت تمنه او العربية اللي دفعت تمنه. هلجأ للطريق الاخر اللي هو الطريق اللي هو التعويض وضمان الاستحقاق. ازا لم ينفذ البائع التزامه بدفع اه تعرض الغير تنفيزا عينيا كان للمشتري ان يرجع عليه بضمان الاستحقاق اي التعويض عن استحقاق المبيع. طيب. التعويض في حالة الاستحقاق الكلي. كلمة استحقاق كلي يعني الشيء المبيع كله بالفعل اخذوا الجير. اخذ البيت كله. اخذ الارض كلها. وما اخذ الشوء كلها. ده اسمه استحقاق كلي. طب التعويض هيتحدد عليها اساس. بنسميها العناصر التي يتحدد عليها التعويض. وطبعا اللي الذي يحدد التعويض هو القاضي. انت كمشتري اطلب ان شاء الله تطلب عشرة مليون. القضية يستجيب? لا القضية بيستجيب. حسب عناصر معينة بيحددها في التعويض المستحق لحضرتك. العنصر الاولاني قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من زلك الوقت. قيمة المبيع وقت الاستحقاق يعني مش وقت البيع. بمعنى انا كنت اشتريت البيت والبيت ده مسلا كم مليون. وقت ما الشخص التاني ده اخد البيت مني بقى مليون ونص. يبقى هتحسب على مليون ونص. ده بنسميه وقت ايه? الاستحقاق. اضف الى ذلك الفوائد القانونية التي يقرها القانون على الديون. الشرط او العنصر التاني. العنصر التاني الذي اه يدخله القاضي. والقانون في تحديد التعويض عن الاستحقاق الكل. قيمة الثمار. كلمة الثمار يعني عائد. بمعنى لو في بيت بيجيب ايجار ده اسمه عائد. لو جنينة مزلوعة وبتجيب فاكة وبتتبع اسمه عائد. لو مصنع بينتج اه بضائع او منتجات وبيبع اسمه عائد. طيب. يبقى العنصر التاني عندي قيمة الثمار التي قلزمة المشتري بيردها لمن استحق المبيع. يبقى انا كمشتري. لما الراجل جي خد البيت مني. وخد كل الاجارات اللي انا كنت لميتها داخلة برضو في ضمن التعويض. لاني لما كنت بلمها هذه الاجارات كنت بلمها بحسن ان هي باعتباري مالك. وعندنا في حاجة اسمها المالك الظاهر بس دي مش اه مش موضوع درساتنا الل sprayed. العنصر التالت اللي هيخدش في قيمة التعويض في حالة الاستحقاق الكل يا جماعة والموضوع ده مهم. النقطة اللي بتاعت التعويض في الاستحقاق الكل المصروفات التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق. يعني المصروفات يعني كانت انفق على العقار او انفق اي نفقات له على العشي اللي هو اشتغلت دوت. flavors الاصطحك هياخد الحاجة اللي هي الشيء المبيع دوت وهيقول له وانا مالي انت صرفت مشان المسؤول عنك. في الحالة دية الملتزم بدفع زي المصروفة هو البائع الضامن لتعرض والاستحقاق. آآ العنصر الرابع مصروفات دعوة الاستحقاق ودعوة الضمان. انا كمشتري لما روحت رفعت دعوة الاستحقاق ودعوة الضمان في مصروفات اتصرفت مصروفات قضائية ومصروفات ادارية. برضو القادي بيدخلها بدون عناصر آآ الاستحقاق الكلي والتعويض على المستحق. نمرت خمسة واخر حاجة. ما فات المشتري من كسب او ملاحقه من ضرر. دائما دائما التعويض لازم يكون فيه الحتتين دول. ما فات المشتري من كسب او ملاحقه من ضرر. سواء حتى بعيد عن عقد البيع. يعني في التعويض المدني. لما بيجي القادي المدني حد التعويض بيشوف الشخص اللي الضر دوت التعويض بتاعه قد ايه? كنا قلنا مثال قبل كده ونقوله تاني. ان لو فيه اتنين ماشيين في في الطريق. في الطريق. واحد لعب كرة مشهور. واحد عادي يعني شغال ايش غلانة تانية. يعني مش عادي يعني. لا شغال ايش غلانة تانية. فجاءت عربية خبطت لاتنين كسرت رجلهم نفس الكسر. نفس الكسر. في الحالة دي بالرغم من الاصابة واحدة ولكن لعب الكرة هيفوتوا كاسبي كتير جدا. ولاحقوا ضرر كتير جدا. بناءا عليه القاد وهو بيحدد عناصر التعويض. لكل الطرفين مش هساوي ما بينهم. بالرغم من الاصابة واحدة. لكن الاولان دوت ممكن يكون الضرر اللي هو اللاعب الكرة. الضرر الذي اصابه شديد. خسر ملايين. او فاته ملايين. وكزا. ومش قادر يكمل. فهيبقى التعويض التعويض اكبر. اما الشخص التاني ممكن يكون مدرس مهندس. اه يعني ما بيستخدمش رجله. نيتجيب له فلوس. فبالتالي التعويض التعويض بقى ايه? اقل. دي النقطة المهمة جدا اللي اسمها عناصر عناصر تحديد التعويض في حالة الاستحقاق الكل. وان يعني استحقاق يعني الباقع ما درش يدفع التعرض الذي حدث اللي احنا بنسميه التعويض. اه الالتزام الرابع. احنا كده اكلمنا في الالتزام بنقل الملكية. الالتزام بالتسليم. الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق. ضمان العيوب الخفية. وده من الامور المهمة جدا واللي بتصير يعني عمليا في السوق. قالت كتير جدا ممكن تشاري حاجة وتطلع بايزة. ده موجود كتير تشاري جهاز يطلع بايز. فمن الظاهر انه هو سليم. لكن لما تبدأ تستخدمه يبدأ العيوب. فعشان ايه هو ضمان العيوب الخفية وشروطه وحالاته برضو من الموضوع المهم. يبقى الموضوع اللي فات اللي هو ضمان التعرض والاستحقاق مهم. وضمان العيوب الخفية برضو مهم. بنقول فيه يضمن البائع للمشتري العيوب التي تظهر في المبيع ازا توافرت شروط معينة. هنا عشان اروح للبائع وقول له اضمن لي العيب الذي ظهر في في الشيء المبيع اللي كان مخفي بالنسبة لي. وانا ما قدرتش اعرفه الا مع الاستخدام. لازم يتوفر تلات شروط واول شرط عندي. واحد ان يكون العيب مؤثرا. كلمة مؤثر انه ينقص من قيمة المبيع او من نفعه. يعني انا مسلا جايب موبايل. مسلا. لقيت بقى مع الوقت السماعة راحت خالص. طب ايبا كده الموبايل اصبح عديم القيمة. ومؤثر. فبالتالي ده يعتبر عيب خافي. في اللي خلاص الموبايل مشارف استكدمه. لكن لو انا مسلا جايب موبايل لونه كحي. وبعد كده بقى انا اكتشفت بقى ان الاضامة مش مظبوطة فلقيته كحلي فاتح مش كحلي غامل. لا ده ما اعتبرش عيب خافي. لانه مش هيفرق كده كده الموبايل شغال كويس. ده عيب غير غير مؤثر. عيب غير مؤثر وغير خافي كمان. لكن جبت عربية. بعد ما جبت العربية ديت. لقيت ان فيها مشاكله كتير جدا ما ظهرتش الى مع الاستعمال. يعني ما ظهرتش بالكشف الظاهري. مع الاستعمال. يبقى ده اسم عيب خافي. وكزا. اشتريت بيت. والبيت لقيت ان الاساس بتاعه مع الوقت بيتهدى. ان ده برضو اسم عيب خافي. يضمنه. لان هنا في الحالة دي انه لعيب مؤثر. اما لعيب جير المؤثر لا يضمنه الباقة. الشرط التاني ان يكون العيب قديما. وكلمة قديما معناه ان العيب كان موجود قبل العقد. فبالتالي ازا كان العيب ظهر بعد استلام المشتري له فلا يضمنه الباقة. يعني العيب كان جديد. ما كانش قديم. ده معناه ان العيب كان موجود. وانا اشتريت الشيء بالعيب اللي موجود فيه. فده اسم العيب قديما هنا. في الحالة ديت لا اه يضمنه الباقة. اما العيب الجديد الذي اه يحدث مش يظهر. يحدث بعد اه الشراء او بعد الاستلام لا يضمنه الباقة. لا يضمنه الباقة. الى ازا كان قديما. وكلمة قديما يعني قبل العقد. ده الشرط التاني. الشرط تالت وده الاهم طبعا حتى جاي منه الالتزام. ان يكون العيب خفيا وغير معلوم للمشتري. خفيا يعني مش ظاهر. يعني الشخص العادي دائما القانون لما بيقيص المسئولية بيقيص على الشخص المعتاد. الشخص المعتاد اللي هو اي شخص عادي. لا متخصص ولا اه خبير في مجال معين. لا بنقص على الشخص الايه? العادي. اذا انا لو انا اشتريت عربية انا بشت عربيات. ما بفهمش فيها او شايف ان العربية مزبوطة. لكن لو في شخص تاني غير عادي هيقدر يفهم فيها ايه? لا. القانون لا يقيص على هذا الشخص. القانون يقيص على الشخص العادي. عشان هيدي اسمها القاعدة ايه? العامة. طيب. ان يكون العيب خفي وغير معلوم للمشتري. ولكن. ده من فيه في القانون ولكن. هناك استثناء من القاعدة حيث ان البائع بيضمن العيب الظاهر في حالتين. ظاهر وهيدمنه? اه. يعني ده عكس القاعدة. احنا اتفقنا خلاص. القاعدة ايه? ان يضمن البائع العيب الخفي. ولا يضمن العيب الظاهر. لكن يضمن العيب الظاهر في كم حالة قلنا? في حالتين. واحد. اذا اكد البائع للمشتري خلو المبيع من هذا العيب. يعني انا اقول له ده الشاشة مكسورة. اقول لا ده الاسكرينة اللي فوق. اكد لي. اعمل حاجة. لا ده الاسكرينة. اروح بعد كده اكتشف ان الشاشة فعنا هيلي مكسورة. هنا يضمنه بقى اجيبه بقى. يقول لي لا مهابين. اقول لا انت اكدت لي عدم وجود العيب. فهنا يضمنه البائع بالرغم انه عيب ظاهر. طيب. الحالة التانية اذا اثبت المشتري ان البائع قد اخفى العيب عنه غشا. يعني استخدم طريقة من طرق الغش والتدليس لاخفاء العيب بحيث ان العملية البيع تتم. فاذا ما تم البائع ثم تم اكتشاف هذا العيب اللي كان موجود وكان بيدري البائع باي شكل من الاشكال يضمنه حتى لو كان ظاهرا. لان هنا الغش على طول بيبطل الارادة. احنا اخذنا من من في سنة تانية من عيب الارادة. الغش والتدليس والاكراه والاستغلال. طيب. عندي في بيوع لايس لها ضمان. خالص. وما نعين. البيوع القضائية والبيوع الادارية. البيوع القضائية بتتم في في شكل مزاد علني او كزلك البيوع الادارية. وبيسمح للمشتري بمعينة وفرز وفحص الشيء المبيع بشكل كامل جدا. فبالتالي انت مسؤول عن الشيء المبيع. لان الجهة القضائية مش هتضمن لك لان الجهة القضائية مش بتبيع لحسابها. الجهة القضائية دي بتبيع الحساب المحجوز عليه او الحساب الدائنين فها كزا. انت جاي تشتري الحاجة بتشتريها على ضمانتك انت على مسؤولتك انت. فحصها مش هنحوش عنك مش هخبيه عنك. هات حد يشوفها معاك. بحيث لما تشتري تلعت بايزة بعد كده غير مضمونة. سواء البيوع القضائية اللي هي من القضاء او البيوع الادارية اللي هي بتبقى من الجهات الحكومية. البيوع الادارية من جهات حكومية مش معناه ان منافس بها الحكومة. لا. البيوع الادارية اللي هي زي الاجهزة القديمة في الحكومة. الا اي حاجة من الحكومة بتستغنى عنها بتبعها في شكل مزاد. شكل مزاد علني. اه لا يجوز ضمان العيوب الخفية فيه. احكام ضمان العيوب الخفية. عندي واحد طرفة اللي التزام بضمان العيوب الخفية. الدائن والمدين الدائن مين دايما الدائن اللي هو بيطالب هنا من اللي بيطالب المشتري يبقى الدائن والمشتري من المدين اللي عليه الالتزام بضمانه عبارة الخفية يبقى الباقة دي رقم واحد نمرت اتنين واجبات المشتري عند ظهور عيب المبيع ما انت الحاجة بازت عليك واجبات يعني حقك مش هتاخده الا ما تطالب بيه دايما كده في القانون المدني على عكس القانون الجنائي القانون الجنائي لما حد بيرتكب جريمة في حقك. الدولة متمثلة في النيابة العامة هي المسؤولة عن محاسبة وعقاب الجاني. حتى لو انت ما طالبتش. العكس القانون المدني. القانون المدني هنا انت حر. ما اطلبش انت حرب. انت متنازل. لان في تنازل. انت متصالح. في تصالح. وهكذا. فبالتالي انت كمشتري عليك الالتزام. الالتزام انك تطالب حقك في ضمان العيوب الخفية. طب هتعمل ايه? الف. واجب اختار البائع بالعيب. وقالنا اختار يجب ان يكون بورقة رسمية. عشان تزبط حقك. عشان ممكن ينكر. يقول ما بعت ليش حاجة. لا الورقة الرسمية تثبت انك قمت بالعمل وتثبت ان الطرف التاني اختر بهذا العيب. يتم الاختار باي شكل كانذار على يد محضر. نمرت اتنين او به. رفع ضمان. احنا قلنا فيه ضمان زي ضمان عدم التعرض. هنا بقى اسمها ضمان اه العيوب الخفية. في خلال سنة من وقت ايه? البيع ولا التسليم? انا مش هعرف العيب الا لما استليم الحاجة. يبا بالتالي السنة تتحسن من وقت التسليم. من وقت التسليم. ما انا ممكن اشتري شقة. والباقي يقولها سليمها لك بعد ست شرور. وتطلع الشرور فيها مشاكل. الست شرور الفاته دولات مش داخلة في السنة بتاع الدعوة الضمان. من ساعة بس تلمت. واقدر اعاين. واقدر اشوف المكان. واكتشف العيوب. السنة تبدأ تشتغل من هنا. لو السنة فاتت. خلاص تسقط دعوة اه الضمان العيوب الخفية. ده معناه ان انا رضاء ضمني بموافقتي بهذا العيوب. فبالتالي يشترط علي عشان دعوة ضمان ان انا ارفع الدعوة خلال سنة من التسليم. ويجوز ان تطول مدة التقادم في حالتين. يعني ممكن ما تبقى السنة. احنا ساعات بنشوف في بعض الاحوال لما تيجي تشيري حاجة. يكتب لك ضمان خمس سنوات. ضمان عشر سنوات. يجوز. لان هذا ليس من النظام العام. غالبية غالبية قواعد القانون المدني هي قواعد مكملة لارادة الطرفين. بمعنى في قاعدة ويق concise يجوز الاتفاق على عكس ذلك في قاعدة ويجوز الاتفاق على عكس ذلك. يعني دي القاعدة اللي حطنا. حطنا. اتفعت ولا حاجة تانية ماشي ما اتفاقتوش يابعا ايدي هاي دي الشريعة. عشان كده بنقول ايه العقد شريعة المتعاقدين. يبقى انت لو اتفاقتوا يبقى ده الشريعة بتاعتكم. ما اتفاقتوش يبقى القانون المدني هو الشريعة بتاعتنا. طيب اول حالة يجوز فيها اه اطالة مدة الضمان يعني اكتر من سنة. الف حالة تعديل الضمان بالاتفاق على الزيادة. يعني انا قلت للبائع معلش نخلي الضمان بدل سنة نخليه تلاتة. طالما وافق خلاص. لانه قلنا دي قاعدة ايه? مكملة. به. وهي منطقية جدا. حالة تعمد البائع اخفاء العيب عن عن جش منه. يعني هو احنا شفنا انه بيضمن العيب الظاهر لو كان عن الجش. فبالتالي هنا العيب كان مخفي. ما ظهرش الا بعد سنة. السنة اللي هي قلنا بتتحسب عشان نرفع فيها دعوة الضمان العيوب الخفية. طب العيب ده ظهر بعد سنة. وكان نتيجة اه اه غش من البائع انه غطاء او دراب اي مادة سواء اللي ما بيع بقى كان بيت ولا عربية ولا اي حاجة. هنا يضمنوا مهما طالت المدة طالما انه كان فيه غش من البائع. يبع عندي حالتين يجوز فيهم اطالة امد اه ضمان العيوب الخفية. لا قلاني بالاتفاق والتاني في حالة الجش الصادر من البائع. نخش بعد كده على التزامات المشتري. احنا كده خلصنا التزامات البائع. الالتزام بنقل الملكية. الالتزام بالتسليم. الالتزام بضمان العيوب الخفية. الالتزام بضمان عدم التعرض. اربع التزامات على اه البائع. اما المشتري التزاماته اقل شوي. هنشوف اول التزام من التزامات المشتري. الالتزام الاول الوفاء بالثمن. رقم واحد. انت راح تشتري حاجة. اول حاجة بتعملها قبل البيع ما يسلمك بياخد الفلوس. يبقى ده الالتزام عليك. يجب على المشتري الوفاء بالثمن المتفق عليه بالطريقة المتفق عليها اقصاطا او جملة واحدة حسب الاحوال. يعني انت لو بتشتري الحاجة بالقصد يبقى التمن هتدفعه اقصاط او دفعات. او لو انت المكتوب ان التمن اه جملة اللي هو كاش يعني او فوري بيتدفع على طول مرة واحدة عند حسب الاتفاق. ايه ده برضو يعني مش مرتبط بالنظام العام. ده حسب اتفاق الطرفين. ولو ما فيش اتفاق بنطبق القاعدة العامة. لو الدفع عند الاستلاب. دفع التمن عند الاستلاب. دي القاعدة الايه? العامة. نقطة التانية. هنتكلم عن احكام الوفاء بالثمن. لو زمان ومكان الوفاء بالثمن. بنقول زمان الوفاء بالثمن. يحدد المتعاقدان. اللي هو البائع والمشتري. زمان الوفاء. فاذا لم يوجد اتفاق وجب الرجوع الى العرف. العرف هنا كل مجال في البيع لعرف. خدنا في سنة اولاء العرف. هي العادات الملزمة. التي يتلطب على مخالفتها توقيع عقوبة. يعني كأنها قانون بالزبط. طيب. وجب الرجوع الى العرف. اما اذا لم يوجد يعني ما فيش عرف. وجب على المشتري الوفاء بالثمن في مكان تسلم المبيع وزمان. ليه? عشان هيدي القاعدة العامة. القاعدة العامة في القانون المدني بتقول ان يتم دفع الثمن في وقت تسلم المبيع. يعني دايما فيه تزامن ما بين دفع الثمن والتسلم. اذا لم يوجد اتفاق على عكس ذلك. آآ النقطة التانية مكان الوفاء بالثمن. طب انا ادفع للثمن. احنا خلاص عرفنا الزمن. طب ادفع الثمن فين? نفس احكام زمان الوفاء بالثمن. يعني حسب الاتفاق ما بين البائع والمشتري. ادفع لك الفلوس هنا. ادفعها لك في شوبرا. ادفع لك في انبابة. ما عندناش مشكلة. غير انه. مين هنا الدائن في الثمن? البائع. هو الدائن هو هو اللي بيطالب. يبقى يسعى البائع الى موطن المشتري للمطالبة بالثمن. اذا كان زمن الوفاء بالثمن غير زمن التسليم. يعني مثلا اقولت لك ان هنتسلم النهاردة. وهديك مثلا الفلوس بعد اسبوع. في اي حتة. انا هدور عليك كبائع عشان اكون عشان انا دائن. وده من اللي ليه حق زي ما قلنا هو اللي بيدور ايه? دور عليه. نقطة اللي عندي بعد كده حق المشتري في حبس السمن. دي نقطة جديدة. هو ان المشتري هل ممكن بعد ماعمل عقد البيع يحمس السمن. كلمة حبس السمن يعني ما يتفعوهش. هل لا ليه حق ولم ليه حق طبعا ليه حق في حالات اه حددها القانون. واحد ازا تعرض له الغير مستندا في تعرضه الى حق سابق على البيع. نفتكر لسه قليل من شوية ضمان التعرض والاستحقاق. هنا تعرض له الجير. طب ندخل دف ده بقى. التعرض يكون تعرض ايه? مادي ولا قانوني? تعرض قانوني. طب انا بعد ما اشتريت الحاجة لقيت الجير جايبي اتعرض قانونيا وانا ممكن شلسة دفعت التمن او جزء من التمن. واخد الحاجة مني هكمل التمن? لا طبعا هحبس التمن لغاية ما اه يزال هذا التعرض. ازا تم ازالة التعرض هكمل التمن او اتفع التمن. ازا لم يازل التعرض خلاص فلوسي معي. الحالة التانية اللي هي من حق المشتري في حبس الثمن عن البائع. ازا خيفة على المبيع ان ينزع من يدي المشتري. يعني ان في اجراءات بتتخذ فعلا ان الشيء المبيع هينزع من يدي المشتري. فهذه الحالة خلاص المشتري من حقه برضو ان يحبس ايه? الثمن. ودايما دايما اي اه تصرف من ذات عشان ما ترطبش عليه ضرر لصاحبي لازم يختر الطرف الاخر. يعني المشتري لازم يختر الطرف الاخر. انا هحبس الثمن علشان كذا. سواء الحالة الاولانية او الحالة ايه? التاني. الحالة التالتة ازا كشف المشتري عيبا في المبيع. مرتبطة بضمان العبارة الخفية. مرتبطة بضمان التعرض. يعني انا بعد ما اشتريت الحاجة وكان فيه جزء من التمن او لسه ما دفعتش التمن. وبعدين اكتشفت الحاجة اللي انا اشتريتها ديت فيها عيب خافي. وخلاص شرحنا العيب الخافي. وعرفنا شروط. خلاص القانون بيديني الحق ان احبس يعني امنع او اخلي معي الفلوس ليه التمن يعني. تمن الشيء المبيع. حتى يتم اه علاج هذا العيب او استبدال الشيء المبيع. سقوط حق المشتري في حبس الثمن. احنا التلاتة اللي فاتوا اسمهم ايه? حق المشتري في حبس الثمن. تلات حالات. حفظوا مهمين جدا. طب متى يسقط حقه? واحد ازا وجد اتفاق على ذلك. يعني يكتب كده البائع والمشتري. لا يجوز للمشتري مهما كان سبب حفظ الثمن. طالما المشتري في خلاص. العقد شريعة المتعاقدة. اتنين. ازا قدم البائع البائع كفيلا. كفيلا يعني شخص ما يسوري الحال يضمنه. يعني انا بعتلك حاجة وعايز فلوسة فقالتلي لأ ده ده انت بتاع بايزة لأ ده فيها مش شاف فيه تعرض. خلاص يا سيدي الفلان دوت هيضمن لك التعرض او يضمن لك العب الخافي. ده اسمه كفيل. كفيل يعني يكفلني يعني مسؤول عني في هذا الشيء. تلاتة ازا انقطع التعرض. يعني في شخص تعرض لي وانا لسه ما دفعتش تمن فحبست التمن. طب التعرض مشي خلاص يعني الشخص دوت التعرض بتاعه راح. يعني كان هو اللي نصاب وخلاص ما فيش خطر على الشيء المبيع وحقي مضمون. خلاص ادفع التمن. لان ما فيش تعرض. بديل حالة التالتة التي يسقط فيها حق المشتري في الحبس. طيب. مش ده التزام دفع التمن ده التزام. طيب. اي التزام مت نفسي عالي ايه على طول زي ما قلنا. جزاء اخلال. جزاء اخلال نقلي ملكية. جزاء اخلال تسليم. جزاء اخلال ضمان تعرض. جزاء اخلال ضمان عيوب خفية. طيب المشتري. جزاء اخلال المشتري بالتزام بالوفاء بالثمن. يعني ما دفعش التمن. البائع بيعمل ايه؟ واحد. برضو مهمة. للبائع الحق في حبس المبيع. المشتري يحبس الثمن. يبقى اللي يحبس ايه؟ المبيع. انا بيعطيلك حاجة. وما ما عملنا العقد. بقول لك فين التمن? تقول لي بس سلم. بقول لك لا. هاحبس الشيء المبيع احبسه يعني اخليه في حياستي. وقانونيا يعني برضو لازم بانذار. احبس الشيء المبيع حتى يتم الوفاء بالثمن. اتنين. اولوية في استفاء الثمن من المبيع. يعني ايه? لو الشيء المبيع دوت اتحجز عليه. وانت كان عليك دائنين كتير وانا دائم بالثمن. انا لي اولوية في استفاء حق من ثمن الشيء المبيع والقانون بيسميه امتياز البائعة. ده حق يقرره القانون. احنا عندنا حقوق تقررها العقود. حقوق تقررها احكام المحاكم. حقوق يقرها القانون. حقوق يقرها الضرر. وهكذا. او الاسراء بلا سبب كل دي مصادر للحقوق. كان نفس انا تانية. طيب. هنا دوت مصدره القانون هو القانون الا الكده. ان للبائع. الامتياز في استفاء حقه من ثمن الشيء المبيع ضمانا للوفاء بالثمن. يبقى دي الحالة التانية او الجزاء التاني في حالة اخلال المشتري بالتزام بالوفاء بالثمن. نمر التلاتة. طيب يجوز للبائع كمان. فسخ البيع اذا لم يسدد الثمن. ودايما قلنا الفسخ بيبقى مع ايه? تعويد. يطلب تعويد. لان هنا فاتوا اه مكسب او اه لحقه ضرر. يبقى دي الحالة التالتة انه خلاص طالما مش عارس تدفع الثمن فانا هطالب بفسخ اه البيع. الالتزام التاني من الالتزامات المشتري احنا شفنا خلاص الالتزام الاولاني والالتزام بالوفاء بالثمن. شفنا احكامه وما الى ذلك. سواء الزمان او من حيث المكان. شفنا حق المشتري وشفنا حق البائع وما الى ذلك. طيب. تسلم المبيع. ايه الفرق بين التسليم والتسلم? يفترض ان التسليم وتسلم متزامنين مع بعض في نفس الوقت. يعني انا بسلمك انت بتسلم مني. التسليم بيبقى من البائع وتسلم بيبقى من المشتري. الطبيعي اي حد بيشتري حاجة بيبقى متلهف انه استلامها. ولكن ولكن. قد يترتب على عدم استلام المشتري للشيء المبيع ضرر للبائع. فاصبح التزام. يبقى انا المشتري على التزام. عشان حتى لا يرتب على ذلك ضرر للبائع. هدي مثال بسيط جدا قبل ما نكمل شرح. اه انا عندي اه تلاجة بنخزن فيها فواكه مش تلاجة بيت. لا تلاجة اللي بتاعت الحضائق وبتاعت الخزين الكبيرة اللي بتشوفها على الطرق السريعة دي. وبعدين انت جيت اشتريت الفواكه اللي في التلاجة دي. وبعد ما اشتريتها حتى ودفعت التمن. رفضت تيجي تستلمها. ترتب عليها ان انا عاوز افضي المغزن او التلاج عشان احط فاكهة جديدة او احط بضائع جديدة. وطول ما انت البضائع بتاعتك اللي انت اشتريتها موجودة انا بترتب عليها ضرر اني مش عارف ابيع تاني او عارف اخز انتاج. يبقى هنا انت هنا اخليت بالتزامك بالاستلام. لو بنسميه التسلم. انا سلمتك. سلمتك يعني قلت لك تعال استلم. واعلنتك تعال استلم. لو التسلم الفعلي او التسلم القانوني. لكن انت اللي رفض تستلم فبالتالي ده ترتب عليه ضرر لي. هنشوف تسلم المبيع في ايه? بنقول يلتزم المشتري. بتسلم مش تسلم بقى بتسلم المبيع تماما كما يلتزم البايع بتسلمه له. الاتنين مقابل بعد. مضمون التزام المشتري بتسلم المبيع بنقول غالبا ما يتعاصر التسلم والتسلم لسائلنا دلوقت. يعني يتعاصر يعني الاتنين في نفس الوقت. فاذا كان المبيع عقارا في ان المشترية تسلموا بحيازاته. يعني ابع تلك شقة. اتفضل للمفتاح. ده اسمه تسلم. واذا كان المبيع منقولا في ان المشترية تسلموا بقبضه. لان المنقول. يعني هدولك في ايدك كده او ادولك في شنطة او ما الى ذلك. ده اسمه يتسلموا بايه? بقبضه. قبضه يعني ايضه شخصيا يعني. الجزاء الذي يترتب على اخلال المشتري بالتزام وبالتسلم. دايما كده. اي التزام? لو ما تنفسي فيه جزاء اي التزام ما تنفسي فيه جزاء طيب جزاء الاخلال بالتسلم حتة بقى كبيرة شوية معلش بعد ان يعذر يعني يعلن يعذر يعني يعلن يعلن اه بورقة رسمية بعد ان يعذر البائع المشتري يعني البائع يعذر المشتري يقول له لو سمحت تعالى عشان تستلم البضاعة بتاعتك لو ان يطلب من القضاء اه نخش بقى في الحاجات ايه بقى اللي تضغط على المشتري اجبار المشتري على تنفيذ التزام اللي احنا بنسميه التنفيذ العيني على تنفيذ التزام عينيا والله ان يطلب الحكم على المشتري بغرامة تهديدية عن كل يوم يتأخر فيه في تسلم المبيع يعني هطلب من القاضي يا سيادة القاضي لو سمحت عايزك تحكم على المشتري بغرامة كل يوم الف جنيه يتأخر فيه عن السلام الشيء المبيع فبالتالي هنا بقى كل يوم هيتأخر في المشتري الغرامة بتاعته هتزيد الغرامة بتاعته هتزيد دي اسمها غرامة تهديدية لانها بتزيد بتهددك كل ما تتأخر كل ما تزيد النهاردة الف بكرة الفين بعده تلاتة وكذا في تسلم المبيع واذا كان المبيع عقارا فللبائع ان يطلب تعيين حارس عليه محكمة عيني حارس عليه طبعا الحارس ده بيبقى لي نفقات بيبقى لي اجرى بتبقى على المدين اللي هو رفض الاستلام اللي هو المشتري على نفقة المشتري وكذلك للبائع ان يطلب الفسخ دايما دي اخر حاجة يعني فاشل على طول تروح قول عز الفسخ يبقى كده نيتك ظهر يعني لا اول حاجة بنطلب التنفيذ العين وبالترتيب اخر حاجة الفسخ وده من الفسخ بيبقى مع ايه مع طول نشوف عندنا ايه بقى الالتزام التالت بالنسبة للمشتري احنا كده قلنا الالتزام الاولاني على المشتري الالتزام بدفع الثمن الالتزام التاني الالتزام بالتسلم واتكلمنا فيه ببساطة وبشكل مباشر مع ضرب امسل دايما بنقول المثال يوضح الفكرة يعني انا انت فيه فكرة مجملة انت مش فهمها فده من ندي مثال عشان تفهم خاصة القانون كله قواعد مجملة فالامثلة هي اللي ايه بتوضح وبيتفهم طيب بالتزام التالت تحمل مصروفات المبيع يلتزم المشتري او يتحمل المشتري مصروفات المبيع وما يتطلبه من نفقات احنا بنشوف لما انت بتروح تشتري عربية وتروح عاوز تسجيلها من اللي بيدفع قيمة تسجيل السيارة المشتري هو اللي بيدفعها فبالتالي ده المنطق بتاعنا يتحمل مصروفات الشيء المبيع الا اذا وجد اتفاق على العكس ذلك لان ده برضو لسه من النظام العام يعني يجوز يجوز للبائع ان يتطفق مع المشتري انت انا اللي هتحمل نفقات المبيع خلاص يجوز طالما ان البائع موافق لكن القاعدة العامة القاعدة العامة يتحمل اذا ما فيش اتفاق والعرف يتحمل المشتري مصروفات المبيع وديتك مثال على تسجيل عقد بيع السيارة بيكون على المشتري وما الى ذلك كده نبقى احنا خلصنا عقد البيع وانا باعتبره تقريبا نص المنهج والقواعد بتاعته متشابهة مع قواعد عقد الايجار في حاجات كتير جدا في بعض الخصائص مش كلها مش كلها في الالتزامات هنلاقي ان المؤجر على الالتزامات شبيهة جدا للتزامات البائع وانحنا بنشرحها ولكن في احكام بها تختلف اللي بتميز عقد البيع عن عقد الايجار نخش على عقد الايجار وده العقد التاني احنا قلنا عندنا تلات عقود عقد بيع عقد ايجار عقد تأمين عقد البيع خد مننا فترة كبيرة خد مدة زمنية كبيرة عشان هو فعلا اه كتير ومليان اه ودسم جدا وبيأسس لحاجات تانية كتير وبتسهل لنا حاجات تانية كتير فهنخش بقى العقد الايجار ومن العقود اللي احنا بنعتبرها بتمس حياة الانسان بشكل مباشر احنا كلنا دلوقتي اه غالبيتنا مش كله اه ساكن ايجار هنعرف ايه عقد الايجار خصائصه القواني اللي تطبق عليه المدة الاجرى وما الى ذلك طيب عقد الايجار في تعريفه بنقول هو عقد يلتزم المؤجر دايما اطراف العقد بتاخد اسمها من اسمه احنا شفنا في عقد البيع بائع ومشتري طيب عقد الايجار فعشو البائع ومشتري لكن نقول ايه مؤجر ومستأجر طيب نعرفه تاني عقد يلتزم المؤجر بمقتضاء مقتضاء يعني بناء علي ان يمكن المستأجر من الانتفاع اه يبقى عقد الايجار هنا عقد انتفاع مش نقل ملكية ولا تصرف ولا الكلام ده اللي هو في عقد البيع نقول تاج عقد يلتزم المؤجر بمقتضاء ان يمكن المستأجر بالانتفاع بشيء معين مدة معينة شيء معين مدة معينة اخد بالك من كلمة مدة لقاء لقاء يعني مقابل مقابل اجر معلوم مقابل اجر ايه معلوم يبقى انا هنا ما عند فيش تمن ما فيش نقل ملكية لا ده منفعة واجرة ومدة تلات حاجات منفعة واجرة ومدة طب ده التعريف طب ايه الخصائص احنا شوفنا في عقد البيع تعريف وخصائص نفس الكلام برضو عقد الايجار تعريف وخصائص وبرضو دايما دايما كده من الحاجات اللي بركز عليها حفظ تعريف العقدة وخصائصه مهمة اوي اوي خصوص عقد البيع وعقد الايجار دايما بيبقى موضع اسئلة مهما كان شكلها زي الاسئلة سواء موضوعية او مقالية والفهم فيها مهمة مع الحفظ مش الحفظ بس لا اللي اتنين الفهم والحفظ طيب رقم واحد اول خاصية عندي عقد الايجارة وعقد رضائي رضائي يعني يتم بمجرد توافق الارادتين جنة دي قلناها مرارا وتكرارا رضائي يعني مش محتاج شكل خاص يعني مش محتاج يتسجل مش محتاج يتعمل في شكل معين زي عقد الهبة وهكذا لا ده عقد رضائي اتفق المؤجر والمستاجر خلاص تم العقد اتفقوا على ثلاث حاجات اللي احنا نتكلم عنهم في محل عقد الايجار الخاصية التانية عقد الايجار من العقود المسمى يعني من العقود المسمى المسمى زي ما خدنا في سنة تانية المفروض انه هو من العقود التي ذكرها القانون يعني نص عليها القانون يعني القانون شرحها القانون اتكلم عنها عرفها اطرافها خصائصها التزامات الاطرافها وهكذا ده العقود المسمى تمام طيب لكن هي مكتوب ايه وهذا يستلزم ان يكون محل الاجار من الاشياء غير قابلة لاستهلاك ماشي ثلاثة عقد الاجار من العقود الملزمة للجانبين منطقي انا رحت اقجر شقة فانا ملتزم بدفع الاجرة يبقى انا كده ملتزم والمؤجر انا بقى مستأجر والمؤجر برضو ملتزم ملتزم بانه يمكنني من منفعة الشقة لانا اقجرها لان عندنا عقود غير ملزمة للجانبين وشبيهة بعقد الاجار زي عقد عارية الاستعمال هنتكلم عنه لما نيجي نفرق بينه بين عقد الاجار الخاصية الرابعة عقد الاجار من العقود الزمنية بنسميه من عقود المدة لان عقد الاجار مش من عقود التصرف ده من عقود الادارة يعني الادارة يعني الحاجة ادرها انتفع منها وترجع لي تاني عندي اقجرها سنة سنتين وترجع لي تاني اقجرها خمس سنين وترجع لي تاني عشان كده لازم قلنا ان المدة هي مش شرط ولكن عنصر جوهري انها تتكتب فعاد الاجار لا يشترط على فكرة كتابة المدة ولكنه عنصر جواري هنشوف حالات دلوقتي إذا غفل المؤجر والمستجر عن كتابة المدة إيه الموقف القانوني لما نوصل هنتكلم عنه فنرجع تاني للخاصية بتاعتنا أن عقد الإيجار من العقود الزمانية على عكس عقد البيع عقد وقتي يعني بمجرد من البيع والمشتري تفه خلاص انتهى العق لكن عقد الإيجار تنفيذه بيستغرق مدة زي عقد التأمين برضو تنفيذه بيستغرق مدة عشان كده بنسميه من العقود الزمانية الخاصية الخامسة عقد الإيجار من عقود المعاوضة يعني كل طرف بيعاوض الطرف الآخر عما خسره أنا خسرت الإيجار ما هو بيعاوضني بالشاء هو خسر الشاء أنا بعاوضه بالإيجار يبقى ما نخلطش ما بين عقد ملزم للجانبين وعقد معاوضة دي حاجة ودي حاجة تانية خالص ولكن الخاصيتين موجودين في عقد الإيجار ما هو ملزم للجانبين وعقد معاوضة وبرضو عقد البيع نفس الخاصيتين موجودين يعني لها ان عقد البيع وعقد الايجار رضائي. عقد البيع وعقد الايجار ملزم للجانبين. عقد البيع وعقد الايجار اه معاوضة وهكذا. يعني في تشابه. تمام? عشان كده قلتلك ان عقد البيع لما خلصناه بيأسس لحاجات كتير جدا. ولو ذكرنا فيه كواس جدا هيبسهل علينا ان نتذاكر عقد الايجار ان شاء الله. نقول لت ستة. عقد الايجار من عقود من اعمال الادارة. ده عكس عقد البيع بقى. عقد البيع قلنا ايه? عمل التصرف. يعني عمل التصرف يعني بتصرف الشيء بيطلع خلاص من ملكي. بروح لملك المشتري. ما بايش بتاعي. لكن من اعمال الادارة يعني اديري الشيء مدة ويرجع لي تاني. اديري. اديري يعني انتفع منه. يعني اه ادي الحد ينتفع بيورجع لي تاني وهكذا. عشان كده قلناه من العقود الزمنية وهكذا. يبقى عندي ست خصائص اه بالنسبة لعقد الايجار. هنخش بقى تمييز عقد الايجار عن غيره من العقود. لسه قال من شوية عقد عليها الاستعمال. هنشوف هنا القانون والمنهج عندنا بيميز عقد الايجار عن اي عقود. اول تمييز عندي. حق المستأجر هو حق شخصي. عكس حق الانتفاع والحكر فهي حقوق عينية. بمعنى لما انا اسكم في شقة فانا اسمي مستأجر. حقي على الشقة ده حق شخصي وليس عين. بمعنى ان لو عقار اتهدم خلاص ليس دي اي حق. لان حق الشخصي على المؤجر ان هو يمكنني من منفعة الشيء. وليس على الشقة خالص. يا مؤجر انت مسؤول عن منفعة. حتى لما عرفناه التزام المؤجر بان يمكن المستأجر بالانتفاع. فانا الانتفاع شخصي وليس عيني. فاذا تهدم العقار سقط حق المستأجر على الشقة تمام. لكن حق الحكر وحق الارتفاق والانتفاع وحق الارتفاق دي حقوق عينية. خدناها في سنة اولى لما اتكلمنا في في الحق وادواء الحقوق. حق الحكر ده حق عيني. عقاري. حق الارتفاق حق عيني. عقاري. يعني على العقار. سواء الشخصي موجود البائع او مش موجود الحق بتاعي ثابت على العقار وليس على الشخص. على عكس عقد الاجار فوق عقد شخصي. فبالتالي بترتب عليه حقوق شخصية وليست عينية. ده اول فرق بين آآ بيميز عقد الاجار عن غيري. الفرق التاني عقد الاجار يلتزم المستأجر بدفع الاجرة. آآ يبقى في الالتزام. وطبعا احنا خلاص قلنا المؤجر ملتزم بتمكين المستاجر من الانتفاع. لكن في قد تاني عندي اسمه عارية الاستعمال. عارية الاستعمال ان اجيب شخص واعمله عقد انه يسكن في عين عندي في عقار عندي ولكن بدون مقابل. طالما بدون مقابل اسمه عارية آآ عارية يعني استعارة. عارية الاستعمال يعني استعارة وليستعمله. بنحدد المدة بتاعته بعد المدة ما بتخلص وما فاش طوارس ولا الكلام ده كله. يعني عقد عارية الاستعمال بيكون بدون مقابل. ده الفرق بينه بين عقد الاجار لكن الاتنين متشابهين في بقية القصائص. طيب نطب تطبيق احكام قانون ايجار الاماكن. اذا اقول ان اللي بيحكمنا دلوقتي في بالنسبة للاجارات هو القانون اللي صدر سنة ستة وتسعين اللي بيتطبق من واحد تلاتين واحد ستة وتسعين حتى الان مع تعديلاته. عندي اه قانون تاني اللي احنا بنسميه بالعوام بيقول عليه قانون قديم. قانون ايجار الاماكن لو كان بيتطبق على اه اه قبل الفترة من 31 ينار 96 اي عقد ايجار يتعامل قبل زي الفترة احنا بتسميه بالبلد ايجار قديم بالقانون اسمه قانون ايجار الاماكن طب نطاق تطبيقه فين هنشوف واحد ان يكون هناك مكان او جزء من مكان اتنين ان يقع هذا المكان في عواصم المحافظات او المدن طبعا اللي بيحدد العواصم والمدن والمحافظات ده المحافظ ووزير الحكم المحلي ويحدده كمان المدن اللي ممكن تخش في نطاق او مجال تطبيق قانون ايجار الاماكن اللي احنا بتسميه الايجار الادين تلاتة ان يكون هناك عقد ايجار صحيح وحقيقي يعني لو انت ساكن في مكان من زمان من قبل سنة ستة وتسعين ومعاكش عقد ايجار فبالتالي لا يطبق عليك هذا القانون لان القانون هنا اشترط ان يكون في عقد ايجار اه صحيح وحقيقي يعني مش عقد سوري لو في عقد سوري او عقد غير حقيقي لا يطبق هذا القانون يبقى عندي تلات حالات بنطبق فيهم او تلات شروط لكي يطبق اه قانون ايجار الاماكن طيب ايه هي الاماكن المستثناء يعني اللي هنستثنيها من الخضوع لقانون ايجار الاماكن يعني ممكن يبقى فيه اماكن حتى حتى لو الايجار معمول قبل ستة وتسعين مش هنطبع عليها قانون ايجار الاماكن اول حاجة عندي الاراضي الفضاء يعني لو مؤجر حتة ارض فضاء عاملها اه جراش او حط فيها اه حاجة خاصة بيه لا ينطبق عليها قانون ايجار الاماكن اتنين المساكن الملحقة بالمرافق التي تشغل بسبب العمل بنشوف في بعض الاحين كده قولك مستعمرة ساكن فيها مثلا بتوع الكهرباء مستعمرة ساكن فيها بتوع يعني هم ساكنين فيها عشان شغلهم مرتبط بالحتة دي بعد عن العمران او لازم يكونوا جنب شغلهم بشكل مستمر فبيسكنوا فيها ده ما انطبقش عليه قانون ايجار الاماكن ده عقده بينتابه مجرد انتقاله من العمل او انتهاء العمل بتاعه تلاتة الاماكن المشغولة بتصريح بتصريح اشغال مؤقت يعني فيه تصريح اشغال مؤقت متى انتهز التصريح انتقى لا يطبق عليه قانون ايجار الاماكن امتداد ايجار الاماكن المؤجرة للسكنة لازم نميز ما بين الاجار للسكنة والاجار للسكنة يعني المحل التجارية او الصناعية لها الورش فيه فرق كبير جدا بين ده وبين ده بالنسبة لامتداد الايجار كلمة امتداد ده معناه ان العقد هيمتد بعد وفاة المستاجر الاصلي المستاجر الاصلي ده اللي هو الشخص الذي تعاقد مع المؤجر يعني اب مثلا كان موجود ومع زوجته وأولاده ثم توفاه الله هو المستاجر الاصلي هنا في الحالة دي بيمتد عقد الايجار ليهم هم بيعتبرهم وده حسب نص قانون الايجار الاماكن اللي احنا بنسميه الايجار القديم فبيتوارسوا عقد الايجار او بليش كلمة يتوارسوا بيمتد ليهم عقد الايجار طيلة حياته هنشوف في حالة وفاة المستاجر تستفيد الزوجة والاولاد المقيمين مع المستاجر حتى وفاته حتى وفاته وفاته مين الزوجة او الاولاد طيب يعني كانوا مقيمين معها حتى وفاته يعني ماكنواش في حتة تانية ده شرط انهم ماكنوا معها اتنين امتداد ايجار الاماكن المؤجرة لغير السكنة يعني محل تجاري مصنع وما الى ذلك بنقول يمتد للورصة حتى الدرجة الثانية ولا تمتد للشريك يعني انا لو فاتح ورشة ومعايا شريك بعدين انا توفني الله لا يمتد العقد للشريك طالما من العقد باسم يمتد للورصة اه ولكن بشرط انهم ما يمرسوا نفس النشاط اللي انا كنت ايه بمرسه قبل وفاتي اسباب انتهاء عقد ايجار الاماكن الهدم الكل او الجزء للمنشآت الايلة للسقوط اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة كل دي شرط منطقية اسباب منطقية اذا تنازل المستأجر عن المكان المؤجر او اجره من الباطن وبكده ابناء وبناتي طالبات وطالبات الصف الثالث شعب قانون دبلوم درس تجارية كون وصلنا لنهاية حلقتنا واتمنى ان شاء الله تكونوا استفادتم منها والى لقاء جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة